تحياتي موعد جديد في المحقق مع سلسلة ولدة ليقتل السلسلة يشوفوا فيها كل مرة معليش البشر فينا شكوني نجم يتحول إلى مجرم وهالواحد يولدو مجرم ثم نحاولوا نفهموا بها التطورات اللي تنجم تصير في هذا العالم قضية بالنسبة لليوم اجتهزنا لبلاد ربما فمشكون ما يتصورش أنه فيها قاتل متسلسل وإلا أنه فيها قاتل متسلسل يستهدف الفئة اللي باش نحكي لك عليها قضية شهرة برشة عملت فيها مجموعة من الأفلام قضية باشتهزنا لإيران ولكن قبل ما نجيه للقضية بتاع اليوم بالنسبة لكل واحد فيكم ما زال لم يلتحق بالجيش المحقق فاش تستنعا؟ وقيل تلتحق بنا عبر الاشتراك في القناة في التعليق وحطولي منين قاعدين تتفرجوا في المحقق في هالصفية وإذا كانكم حاضرين قد ننطلقوا في تفاصيل هذه القضية الجديدة إذن قضيتنا لليوم تعملوا عليها زوزة فليم فيلم عام 2020 اسمه The Spider Killer وفيلم عام 2022 باسم العنكبوت المقدس يحكي على الشخصية الرئيسية في هذه القضية قضية باشتهزنا لمدينة مشهد في إيران ترجع بينا الصيف الفين تحديداً أوت الفين نهر الاثنين سبعة أوت الفين تبدأ القضية ببلغ يجي للشرطة الإيرانية على غياب سيدة اسمها أفسانة عمرها ثلاثين سنين بعد ما قالت لعائلتها أفسانة اللي هي خارجة باش تقضي قاضيات عمرها ما رجعت استنيوها ليلة كاملة ما فم حتى أثر لها هذك عليش قررت العائلة إبلغ الشرطة بدأ البحث على أفسانة في اسبيترات في المراكز ريحتها ما فماش بما أنه المنطقة اللي هما فيها فيها غابات قررت الشرطة أنها تعمل سلسلة من الأبحاث فيها الغابات ثلاثة أيام من بعض يعني نهار عشرة وتلفين سيتم العثور على جثة سيدة في واحدة من هالغابات الجثة كانت مخنوقة بالفلارة اللي كانت لابستها الشرطة استدعات العائلة متاع أفسانة وراتهم الجثة قالوا لهم هذه ماهاش بنتنا هذه ماهاش أفسانة هذه سيدة أخرى هنا هجعت الشرطة تشوف في البلاغات متاع الاختفاء اللي عندها واستدعات العائلات المبلغين على اختفاء ابناتهم فماش مايتعرفوا على الجثة وبالفعل تم التأكد أنه الجثة اللي يلقاوها في الغابة ترجع لي سيدة أخرى السيدة اسمها ليلى يعني مش تعرفوا عليها الشرطة وقتها أنه ليلى من بائعات الهواء الشرطة الإيرانية في مدينة ماشها تحديدا نزالوا مش فاهمين شي نزال كيف تحل بحث حول الجثة اللي يلقاوها في الغابة حتى بعد نهار كهو يعني نهار حديش أوت عامل بناء بشي يخدم صباح بكري أول موصل للمكان متاع الخدمة متاعه لاحظة أنه فم ساشي كبيرة خارج منها خارج منها شوي شعر استغرب في الأول والفضول متاعه خليه يمشي يحل الساشي بش يشوف أشنية لفاها وهنا تفاجأ أنه في وسط الساشي فم جثة لسيدة تفجع بالوقت يبعد على الساشي ويتصل بالشرطة الجثة هذه بش تكتشف في الشرطة أنها ترجع لسيدة اسمها فريبة وبالباحث عرفت الشرطة أنه فريبة بائعة هواء بان حاجة الأولى اللي يحثتها الشرطة أنه جثة فريبة لقاوها في نفس الظروف اللي لقاو فيها جثة ليلة طيشة في الشارع مخنوقة بالفلارة اللي كانت لبستها الاختلاف الوحيد أنه فريبة كانت ملفوفة في الساشي والعامل المشترك الثاني أنه زوذ جثاث مقتولين بنفس الطريقة في مدة زمنية متقاربة نهاركها وبناتهم الاثنين يبدو أنهن بإعادة هواء لكن الحد لين الشرطة ما هيش قادرة أنها تقول هنحكيه على جريم أعمالها شخص واحد وإلى مجموعة من الأشخاص هديت الأمور في مدينة مجهد حتى شهر جون في ألفين وواحد واحدة من شركات كيراء السيارات بلغوا العمال اللي فيها أنهم أول ما وصلوا للخدمة سبيح القاو جثة شكارة بحث الشريك بالوقت الشرطة توجهت لمقر الشريك وبالفعل القاو هالجثة متاع السيدة في شكارة الجثة ترجع تم رأي اسمها معصومة اللي اكتشفته الشرطة أنه معصومة كانت بائعة هوا القاو في شكارة مخنوقة بالفولارة اللي لبستها نهار ستاش فيفري الفين وواحد يتم العثور على جثة شابة بلغين عائلتها لاختفاها من شهر جنفي وين لقاوها بحثة نفس شريك السيارات اللي لقاو فيها أو بحثها جثة معصومة هذه الشابة اسمها سارة سارة رحماني مرهل 27 سنة لقاوها مقتولة عن طريق الخنق باليد بعد بحث الشرطة تأكدوا أنه سارة هي زادة من بائعات الهوى بعد هذه العوامل المشتركة اللي موجودة بين الضحايا الكل من طريقة القتل لطريقة التخلص منهن بطريقة عشوائية في ساشيات لأنهن البنات الكل بائعات هوى تأكدوا المحقين أنهم يلوجوا على شخص واحد وأنهم في مواجهة قاتل متسلسل 29 فيفري 13 يوم بعد العثور على جثة سارة رحماني سيتم العثور على الجثة الخامسة جثة عزام عبدي عمرها 45 سنة تخدم آحي بائعتها كيف كيف فلارتها ملفوف على رقبتها ويا مخنوقة بها زيد 20 يوم من بعد تحديدا نهار 19 مارس يتم العثور على جثة سيدة عمرها 50 سنة ملوحة فيش كارة في الشارع الجثة ترجع لسيدة اسمها سوكينة ولساكينة اخدم كيف كيف بائعة هوى هنا تواصل العثور على الجثة في القرى القريبة من مدينة مشهد في شوارع في قلب المدينة كنو السيد ولا الشكون اللي قاعد يعمل في هذا مش خايف مش محاول حتى يخبي الجثة ماهوش يعامل اصلا مجهود للتخلص من الجثة حاجة الملفتة ان الشرطة اول ما تلقى الجثة وتبدأ التحقيق وتعرف ان الجثة ترجع لسيدة من بائعات الهواء ماه تصرف الناظر عن القضية يعني كأنه المجرم يعاون في الشرطة على التخلص من هذه الفئة في المجتمع ما تنسيش اننا في ايران حتى للحظة هذه تم العثور على حديش انضاحية والشرطة ما لقات على المجرم حتى دليل ولا ما حبتش تلقى لا حمض نووي لا شاهد لا شكون شافوا هزا جثة لا شكون شافوا يلوح في جثة وتقوا تشوف معايا من بعد الناس شافوه ما ينجموش يكونوا ما شافوهش بعد العثور على الضحية رقم 11 وقفة الجراء تقريبا شهرين ونصف ومن بعد يتم العثور فرد وقت على اربعة جثة في نفس النهار في نفس المكان جثة يرجعوا لسيدات مريم زهرة شيفة وليلة وحد اخرى وبعد نهارين يتم العثور على زوز جثث اخرى العثور وقت يشاف الجثث متواصل وكأن شيئا لم يكن حتى جيت امرأة تجري المركز الشرطة خايفة ومرعوبة وقالت تحب تبلغ على شخص حاول يقتلها اخذوها عناصر الشرطة وهي في حالة من الهيجين والغليين حاولوا يهديوها اخذ يا مدام اتنفس شوية احكي لنا شنوها صار وسيدة هنا قلت له مين انا 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 مشيت للدار الراجلة ذي ما نعرفوش لكن اول ما اتخلت بحذيه فجأة نهجم علي وحاول يخنقني وحاول يقتلني به شكونوا سيد انت شو عليقتك بيه وعليش مشيت له للدار عليش حاول يخنقك اتناقشتوا وتعاركتوا شنو السبب والسيدة قلت لهم لا 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 انا قلت لهم نخدم باقعة هوى وهنا ضرب الضوء في مخ المحقين تخدم باقعة هوى فمشكون حاول يقتلها اول حاجة جيت في بالهم انه الراجل يحاول يخنقها ربما يكون هو السيد هذا نفسه اللي قام بقتل السبعتاش ضحية الى حد الان قولها به تعرف الدار اللي كنت فيها معاه كيف تشوف تتفكر والسيدة دون تردد بالوقت بيش تهزهم للعنوان بتاع واول ما وصلت الشرطة دقوا البيئ اخرجوا لهم الراجل قدم لكم سعيد هنائي يخدم عامل بناء معرس وعنده وثث صغار رجل حياته تبدو طبيعية متزوج بصغاره يعيش معايلته يخدم على روحه من طريق تكلمه ترحيبه بالشرطة واستقباله وليهم حشموا على روحهم المحقين اللي قدامه الوذية اكيد هالمرأة هذية بقعة الهواء تتبلع عليه هذية ظهر عليها رجل صاحب خلق عالي وعاقل وما عنده حتى علاقة اي نجم يكون بقاتل او بقاتل متسلسل اكثر وكثرين لكن السيدة وهي تشوف فيه وتوجعله في اسبوعها وتقولهم هو 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 اللي حب يقتلني هو اللي مشي يتبح ذا وهو اللي حاول يقتلني بالوقت تطلب منه الشرطة انه يمشي معاهم للمركز للتحقيق زعم هالسيدة هذي اللي شكيت بسعيد تتبلع عليه كما قالت الشرطة والراجل خطيه والقاتل المتسلسل مازال حر طريقه بشيواصل جرائمه ولا بالفعل سعيد هو اللي حاول يقتلها وهو القاتل المتسلسل اللي لوجه عليه هذا اللي نشوفه تفاصيله في الجزء الثاني من حكايتنا للليلة اشتركوا في القناة